حياة حافلة عاشها صالح سليم ورغم سخب الشهرة وزهو المناصب إلا أن أجمل لحظات حياته كانت التي يجلس فيها وحيداً بعيداً عن العيون ليستمتع بتقوصه الخاصة الشخصية تركيبتها تركيبها جميلة صابح كذباً صالح ومجستيرو كان فنان جميل كان مستسيغ الموسيقى على أعلى مستوى يحب يسمع المكرسوم يحب يسمع محمد الوهاب عنده شرائط عنده مكتبة وكان يحب يسمع الأدوار الجميلة جداً يعني المكرسوم صهران الوحدي فايروز عبد الوهاب الكرنك الجندول الحبيل المجهول الأدوار العظيمة دي وكان يعشق المنزيكة اللاتينية والأسبانية وكان بيحب عبد طلب جداً صوت عبد طبعاً عبد حليمو علاقته بيه كان بيحبه كان يحب صباح فخري جداً ويعود يسمعه كل أنواع الموسيقى سواء المودرن أو الكلاسيك أو أي حاجة بس يعني جميع يعني عربي إنجليزي اسبانيولي جريجي فرنساوي يحب الفن التشكيلي جداً وكان بيرسم عنده مهورة الرسم والزخرفة مساقف قرأ كتب عظيم طبعاً كابتن صالح موسوعة مش حكاية لعيب كورا ولا رئيس نادي ده شخصية ما بتتكررش كتير استمر صالح سليم رئيساً للنادي الأهلي حوالي عشرين عاماً حقق فيها الأهل العديد من الإنجازات افتتح في عهده مقر النادي بمدينة نصر وصلة الأمير عبدالله الفيصل وغيرها من الإنشاءات وعلى المستوى الرياضي حازت فرق النادي على العديد من البطولات في كل الألعاب فازت فرق ألعاب الصلاة للرجال والسيدات بمائة وواحد واربعين بطولة محلية وقرية فازت فرق الكرة الطائرة بتسعة وستين بطولة منها سبعة عشر بطولة قرية وستة عربية وفازت فرق كرة اليد بثلاثة واربعين بطولة منها ثلاثة بطولات قرية وستة عربية أما في كرة السلة ففازت فرق الرجال والسيدات بتسعة وعشرين بطولة منها ثلاث بطولات إفراقية وواحدة عربية كما تفوقت فرق كرة الماء وتنس الطولة والسباحة والألعاب الفردية تعددت الإنجازات في مختلف الألعاب أما كرة القدم فكانت ضرة التاج في تاريخ صالح سليم رئيس للنادي الأهلي ففاز الأهلي باثنين وثلاثين بطولة محلية وعربية وقرية منها الفوز بثمانية ألقاب قرية على رأسها أول بطولة في تاريخ الأهلي بطولة إفراقية للأندية أبطال الدوري عام 1982 كأس أفراقية مع أبطال مصر وأبطال النادي الأهلي والاحتفاظ ببطولة إفراقية للأندية أبطال الدوري مدى الحياة بعد الفوز بها ثلاث مرات متتالية وكان يمكن أن تزيد بطولات الأهلي لو لا موافقة الأهلي على لعب المباريات الأخيرة البطولة الدوري عامي 84 و88 بدون اللاعبين الدوليين علاء نبيل بالهجب تقول حلو 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 بطولات عديدة وإنجازات عظيمة تواجد تاريخ صالح سليم لتأتي الجائزة الأكبر للنادي ورئيسه جائزة تواجد تاريخه الطويل كان فوز النادي الأهلي بلقب نادي القرن عن القارة الإفريقية تكريما شاهده العالم بأسره وفي جوهانسبرد تسلم الماسترو جائزة بطل القرن الإفريقي وكأنما كانت جائزة بطل القرن موعدا لختام حياة طويلة عاشها الماسترو صالح سليم كانت أجمل نهاية لمشوار حافل قضاه مع الأهلي ومصر